السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن حالات الكرد هنا أيضا راح نحتاج لفوتر الداتا تايب للعملية الحفظ الحفظ أنت تريد نتيجة عملية الحفظ في الداتابيز للسكيل لايت فيها عملية إرجاع ريتيرن القيمة المرجعة يأما صفر يأما واحد صفر بمعنى أن العملية فشلت واحد بمنه عملية نجحت فهنا راح يكون انت data type نوعها انت فرح نقول عليها save employee هذا الفنكشن save employee راح يحتوي على object من الemploy لemploy أنت كيف تخزن المعلومات في داخل الداتابيز تخزن على شكل object فيها الاسم فيها الID فيها الname فيها الage فيها الاسم وفيها الname ما هو الname اسم فيها الname فيها الage فيها ال id وفيها الأشياء الأخرى كل هذا يعتبر object فليهذا احنا نحتاج للobject employ حتى نخزنه في الداتابيز هذا في الداتابيز بمعنى أنه في الداتابيز خارج التطبيق بمعنى أنه لازم يحتاج للأسينك طيب مفروض نعمل الكنيكشن مع الداتابيز فرح نعمل هنا هنا الضار db client await db نهيه الداتابيز بعد تهيه الداتابيز نحتاج result والresult هذا رح يكون await من ال db client nope db client dot query query ما هي الكويري اللي موجودة فيها فارزة بنقاد طبعاً الكويري رح تكون طويلة شوي فليهذا رح نعمل enter ما هي الكويري اللي موجودة فيها جميل جداً الكويري اللي موجودة فيها أول شيء أنا أحتاج إلى تحديد table الموظفين فارزة في عندي attribute اسمه columns اللي هي ما هي الكولومات الأعملة اللي موجودة في داخلها هذا ياخذ على شكل array لين columns طيب الكولومات اللي موجودة في داخلها معرومة معرومة معلومة اوكي اللي هو column id فارزة column age كان بالترتيب لازم column age فارزة column name فارزة column city I think something like this ممكن أنه ممكن أنه أحنا whatever ممكن نعمل بهذا الصورة بس حتى يكون ترتيب بشكل تمام هل نشوف شون id age اوكي name اوكي department اوكي column department طبعا ممكن تعمل بغير شكلة آخر عادي هم ينفع اوكي بس أنا أحب الترتيب تمام تمام يعني هذا بهذه الصورة حتى يكون أوضح و column city و column للdepartment 1 2 3 4 5 6 تمام 1 2 3 4 5 6 اوكي فبهذا الشكل اوكي هذا محتاج بعد جميل جدا طبعا هذا ممكن أيضا تعمل enter ويكون بهذه الصورة اذا هذه الكولومات اللي راح يحتاجها خارج الكويري مفروض نعمل return للresult return this one so wait a minute لاحظة لاحظة احنا عملنا كارثة you know what مين فا نعمل كويري مفروض انه احنا نعمل insert صح شوف لاحظ محد ما انتبه لهذا الكلام طيب هذا راح نحتاجه احنا هذا راح نحتاجه احنا بنقدر نعمل هذا copy طيب هنا انت عندك في عملية ال insert تحتاج انه تقول db.insert اوكي طبعا هذا بيها اخطاء insert insert لي في وين insert في table table الارجومنت الثاني المفروض شي يكون لاحظ هذا الشكل تمام db.client insert في داخل table employ ما الذي تريد تضع employ dot to map تذكرون هذا to map اللي وراح ياخذ ال id ويضعها بدل ال id والage والname ويعمل الترتيب الكامل اوكي هذه هي عملية ال insert فايجي يعمل لك return لل result اوكي فاريزة من قطع جميل اذا اول حالة اللي عملت ال save احنا نجحنا بها طيب لو نيجي على ايضا عملية اخرى اللي هي استيراد البيانات البيانات ممكن تكون اكثر من record مغزون في database فبالحالة مفروض انه تكون على شكل list تمام list فهذه ال list راح نسميها بي get all 3 مرة تصار employees استيراد كل البيانات للموظفين الموجودين في ال database هذا ايضا لازم يكون async اوكي اذا نتعامل مع ال database هنعمل هذا paste اللي راح نحتاجه ال database لازم نعمل له تهيئة اوكي db client طيب هذا راح يحتوي على result تمام result await query فعلا نجي ندخل على table للمploy والcolumns اللي احنا نريده هي columns اللي تخاصة بالid والage والname والdepartment والcity والdepartment والdescription والcity والdescription يلا هوي يلا ما حطه اوكي راح يكون عندك 1 2 3 4 5 6 تمام اوكي بهذه الصورة فلما تيجي تعمل للreturn هذا return كيف راح ترجع انت ترجع على شكل list تمام فإذن result dot to list في عندك function اسمه to list هذه عملية استيراد البيانات من داخل الdatabase بهذه الصورة الصورة طيب احنا يبقى عدنا ايضا في حالة الread نريد نعرف كم عدد الـ users اللي موجودين في داخل الdatabase هنانا كم عدد معناته انت راح يكون فإذا هنان راح نقول future and maybe هذا ايضا انت نقدر ناخذ هذا جاهز بس نعدل عليه future init get count تمام فأيضا راح يكون async طبعا احنا بنستعلم فما يحتاج نضع اي شي لاحظ هنا بتستعلم فما يحتاج تضع اي شي لما تعمل query ما يحتاج اذا كل البيانات ما يحتاج اذا كل شي في الdatabase ما يحتاج تضع اي شي صح بس اذا في استعلامات query راح نشوف الان بس خلين نكمل هذا get count هنا يحتاج انه نعمل return هذا ما يحتاج هذا نعمل بسطر واحد return ماذا sq flight sq flight dot first في عدنا first init value اللي راح يكون await ايضا db client dot row query هذا الquery راح يكون الSQL لاحظ يقولك لازم تضع string فراح نقول لهنا select count all from dollar منو dollar ل table employ تمام هذا راح يجب لكل البيانات الموجودة في ال database هذا الكلام اذا لم تكن فاهمها معناها انه انت ضعيف الSQL طيب اذا ضعيف الSQL في عندي دورتين عن SQL MySQL اللي نفس فكرة SQLite جميل جدا اذا بهالحالة احنا راح نعرف عدد الاشخاص الموجدين في database الاشخاص الاشخاص اذا اذا نريد نستعلم عن user معين يعني نريد ناخذ فكرة user معين بيانات user واحد فقط فبالحالة احنا راح نحتاج الى ماذا ايضا نعمل future لاني نتعامل مع الdatabase احنا نريد بيانات المستخدم فرح يكون object employ and get employ get employ نحتاج للdatabase ونحتاج انه نعمل هذا ممكن نعمل هنا copy all this ممكن نحتصرها ب return او كي return sql first in it ما يحتاج انا first in it by the way نانا ممكن انه احنا لحظة هذا مثل عملية الانسورت تقريبا مثل عملية الانسورت اللي هو هذا رح يكون this one اوكي هنا احنا احنا رح نحتاج نحتاج الى معرفة ال id ايضا اي user انت تريد تختار لازم تعطيني ال id حتى تعطيك ال user لتريد انت ف رح يكون هنا الاختيار عن طريق list اذا هنا نجي عملنا مثلا list لين رح يجب لك عشق map ف map list map result result list map result await db client dot query بهذه الصورة هنتفارز المناقة like this طيب الكويري ايش راح يكون هذا احذف هذا احذف الكويري راح يكون بهذه الصورة طيب نحتاج الكويري نذهب للموظفين بعد ذلك نحدد الكولومات اللي هي ال-ID ال-Age ال-Name ال-Department ال-City ال-Description لكن هذا راح يجيب لك كلتهم الكل راح يجلب ه فانت حتى تتفاد من جلب الكل لازم هنا نتضع argument آخر اللي هو يقول where عندما حددت هذه الحقول كلها لكن عندما عندما يكون column ال-ID يساوي ال-ID اللي حنا نطعيك يا اللي where args اللي راح يكون عشكل آخر 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 لازم يكون داخل آخر 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 فأنت أذهب لتابل إمploy حدد كل هذه الأعمدة لكن انتبه أنا أريد من هذه الأعمدة فقط هذه القيمة قيمة هذا الشخص فرح يجل بإياه هنا ممكن أني أضع كلمة if if إذا كانت النتيجة result dot length أوكي الطول result إذا كانت أصغر من صفر بمعنى أنه لا توجد أي نتيجة هنا أقدر أقول return first one اللي لم تكن أصغر من صفر عفوا return new employee return new employee طبعا هذا ما يحتاج كل هذا return new employee dot from اللي نحن بنجلب هتذكرون هذا الcommand اللي هنان from هذا هذا من الdatabase رح يجلب تذكرون قلنا نهو يجلب من الdatabase ف اش رح يكون بها result dot first أو القيمة أوكي فرح يجلب لنا يا this is هذا من من هذا من ال if أو اذا ما كان عندك اي قيمة اذا return null القيمة غير موجودة في حال اذا انت اكشفت جلبت المعلومات هذه المعلومات اذا كانت النتيجة اكبر من صفر معناتها في قيمة موجودة اذا لم تكن لازم ترجع قيمة فراح يكون null ما وجد ها فخللو نوقف هنا لن ما بقى لنا الشيء ونكمل الداتابيز ولهنا نوقف